في الاراضي المحتلة عدمت قوات الاحتلال اليوم فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طان عند حاجز بالقرب من الحرم الابراهيمي في الخليل فيما هاجم جيش الاحتلال منزلا بالقرب من وكان العملية بسبب تصويرهم لكيفية تنفيذ عملية الاعدام من قبل جنود الاحتلال بدم بارد مصادر فلسطينية قالت ان جنود الاحتلال ترك الفتاة تنزف حتى استشهادها في الخليل ايضا اصيب شاب في العشرينيات من عمره برصاص مستوطن في منطقة وادي سير شرق المدينة واضحت المصادر ان مستوطن اصاب الشاب بعدة رصاصات في رقبته وبطنه حيث اطلق الرصاص على مجموعة من الفلسطينيين اثناء قطفهم لثمار الزيتون الى ذلك اطلق جنود الاحتلال النار على شاب الفلسطيني مدعين محاولته تنفيذ عملية طعن في مستوطنة جوش عتسيون جنوب مدينة بيت لحم حيث قالت شرطة الاحتلال ان مستوطنا اصيب بجروح جراء اصابته بالطعن فيما لم يعرف مصير الشاب الفلسطيني شكرا